الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار طابة وقاتكم مشاهدين الكرام في نشرة لأهم الأنباء نبدأها بأبرز العناوان مفوضية الانتخابات تنهي العد والفرز اليدوي لست محافظات وتفتح باب الطعون مجدداً أمام المعترضين ثلاث رسائل على أجنحة الكاتيوشا تطل برأسها في بغداد وخمس قذائف هاون تستهدف المقدادية لليوم الرابع توالياً نفير عام في أربيل سيول وفيضانات تعطل الدوام الرسمي وتخلف أضراراً مادية جسيمة في المنازل والمركبات مرحباً بكم مجدداً والبداية انتخابياً حيث أعلنت مفوضية الانتخابات الانتهاء من العد والفرز اليدوي لمحطات الأنبار وأربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية وذلك بعد أن أعيد عدها وفرزها يدوياً بناء على طعون تقدمت بها كيانات سياسية ومرشحون المفوضية وفي بيان مقتضب لها أكدت عزمها رفع نتائج عملية العد والفرز اليدوي للمحافظات الست إلى مجلس المفوضين لغرض اتخاذ التوصية المناسبة ومن بعدها إعلانوا ما إذا جاءت مطابقة للألكتروني أم لا وأكدت أن يوم الاثنين سيشهد عملية عد وفرز لمحطات محافظة ذيقار ويوم الثلاثاء سيجري فيه استكمال الفرز في محطات المحافظة أثناء ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات فتح الباب أمام تقديم الطعون مجدداً بالنسبة للإدعاءات الأولى التي أحيلت إلى الهيئة القضائية التي لا تحمل توصية بالعد والفرز فقط وأظهرت وثيقة قرار صادر عن مجلس المفوضين بالسماح لمقدمي الطعون في نتائج الانتخابات بتقديم ملحق يتضمن الوثائق التي تعزز طعونهم المتعلقة بمحطات انتخابية محددة وذلك خلال مدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الجمعة التاسع والعشرين من تشرين الأول الجاري في المقابل جدد الإطار التنسيقي رفضها نتائج العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية مبيناً أن إجراءات المفوضية أفرغت العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الألكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي خلافاً لقانون الانتخابات الذي أكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الألكترونية وأضاف الإطار في بيان أنه مع إعلان المفوضية وجود أكثر من 700 ألف ورقة اقتراع غير مقرؤة فقد أعلنت نتيجة المطابقة 100% مع وجود ألاف الأوراق التي لم تقرأ بالجهاز وهو استمرار متعمد لتغييب إرادة الناخبين وفق البيان وجدد الإطار التنسيقي رفضه إجراءات المفوضية ونتائج العد والفرز اليدوي مطالباً الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة وإيقاف ما وصفه بالهدر المتعمد لمئات الآلاف من الأصوات وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية احتجاجاً على نتائج الانتخابات خرج عدد من أهالي سهلينين وفي تظاهرة طالبوا من خلالها الحكومة بالتدخل الفوري لإرجاع حق أصواتهم التي صودرت من قبل مفوضية الانتخابات حسب وصفهم وجدد المتظاهرون مطالبهم الرئيسية بإعادة العد والفرز يدوياً في جميع المحطات لكل محافظات البلاد محذرين من تصعيد أكبر وقطع للطرق الرئيسية التي تربط نينوى ببقية المحافظات في حال لم يستجب لهم مطالبنا بالنسبة نحن لتظاهرات المطالب سلمية ومظاهرات أيضاً سلمية أن نرجع استرجاع حقوق المواطنين أصواتنا راحت هباء منثورة في صناديق الاختراح وقسم من الصناديق الالكترونياً عطلوها نطالب اليوم بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في أنحاء العراق وذلك من أجل إنصاف المرشحين كافة من أجل استلزاد حقوقهم هناك خطوات تصعيدية أخرى منها قطع الشوارع الرئيسية بين محافظة نينوى ومحافظات الأخرى وخاصة بغداد من أجل الضغط على المفوضية من أجل استلزاد الحقوق في سياق منتصل حذر عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة فهد الجبوري من اندلاع حرب أهلية في العراق إذا ما صدقت نتائج الانتخابات الأولية في ظل الاعتراضات القائمة على التلاعب في العملية الانتخابية لافتاً في حديث لقناة الفلوجة إلى أن منصب رئيس الوزراء ليس حكراً على الكتلة الصدرية هناك نية لتصعيد خلال الأيام المقبلة بشأن هذه النتائج في حال تم تصديق هذه النتائج فنحن سوف ندخل في مرحلة مظلمة من تاريخ العراق أنا أعتقد سوف نرجع إلى مربع الأول سيكون هناك العديد من المفاجآت مستقبلاً في حال مصادقة على هذه النتائج هذه النتائج التي ستسبب الانقسام المجتمعي التي سوف تسبب الاختزال داخل المجتمع العراقي صعود أشخاص هم لم يختاروا من قبل المواطنين والعامة الشعب لمجلس النواب بهذه الآلية بهذا التواطع بهذا التلخل وبالتالي هاي كلها مسببات لأن ندخل نحن الآن في خضم حرب أهلية مقبلة هذا شيء واضح على الساحة السياسية هذا المنصب هو ليس حكراً على كتلة فائزة معينة من هذا المكون هذا المنصب هو لمكون كامل نتحدث عن شيعة الأخوان الصجرين ليس حكراً باعتبار أنهم الكتلة الأكبر أو الذين حصلوا على أعلى المقاعد أمنياً فاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة صواريخ بالنوع كاتيوشا في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد من دون تسجيل خسائر بشرية المصدر قال أن صاروخاً انفجر في شارع النقابات قرب مستشفى الهلال الأحمر وسقط آخر في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف أما الصاروخ الثالث فسقط عند مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور مبيناً أن الأضرار اقتصرت على المادية إذ تضرر السياج الخارجي لدائرة الإسالة وسيارة مدنية مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الصواريخ كانت موجهة صوب المنطقة الخضراء أمنياً أيضاً أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في قليم كردستان عن تعرض نقطة أمنية تابعة لقوات البيشمرقة على حدود محافظة كاركوك لهجوم إرهابي شنه عناصر تنظيم داعش وقال الجهاز في بيان أن عنصرين في قوات البيشمرقة راحا ضحية لهجوم إرهابي شده تنظيم داعش على اللواء العشر التابع لوزارة البيشمرقة في منطقة زرق زراو في حدود كاركوك وعلى الفور أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن هجمات كاركوك وديالا وصلاح الدين تستدعي رص الصفوف ودعم قوات الأمن واستكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب عبر تعزيز الجهد الأمني وقال صالح في تغريدة على تويتر إن الهجوم الإرهابي على كاركوك وقبله الهجمات المتفرقة في ديالا وصلاح الدين على القوات الأمنية تؤكد محاولات الإرهاب استغلال الثغرات وتهديد السلم المجتمعي من جهته دعا رئيس وقليم كردستان جيرفان بارزان إلى ضرورة التعاون بين قوات البيشمرقة والأجهزة الأمنية كافة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي بمساندة التحالف الدولي ووضح بارزان في برقية تعزية لعائلات أفراد البيشمرقة الذين سقطوا أمس خلال التصدي لتنظيم داعش في منطقة بردي في محافظة كاركوك أن تكرار واستمرار واتساع هجمات الإرهابيين تثبت حقيقة أن داعش ما يزال يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والاستقرار في البلاد في المقابل طالب ممثلو المكونين العربي والتركماني القائد العام للقوات المسلحة بإبقاء الملف الأمني في محافظة كاركوك وصلاح الدين ونينوى اتحاديا رافضين إقحام كاركوك في صفقات سياسية هدفها خلخلة الوضع الأمني إذ نطالب القائد العام للقوات المسلحة العراقية بالعدول عن هذه الخطوات المريبة والحفاظ على السلم المجتمعي في محافظة كاركوك وإبقاء الملف الأمني اتحاديا في كل من محافظة كاركوك وصلاح الدين ونينوى يرفض ممثلو المكونين العربي والتركماني في مدينة كاركوك إصرار الحكومة على إقحام كاركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها في صفقات سياسية لخلخلة الوضع الأمني وتشكيل قوات مشتركة مع قوات البشمرقة وتحويل لواء منها إلى إمرة وزارة الدفاع العراقية وللمرة الثالثة في غضون أربعة أيام سقطت قذائف هاون على قرية شوك الريم الواقعة في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة في محافظة ديالة وفاد مصدر أمني أن خمس قذائف هاون سقطت على قرية شوك الريم جنوب غرب المقدادية من دون أي خسائر أو إصابات بشرية موضحا أن القوات الأمنية شنت حملة تمشيط بحثا عن مصدر إطلاق القذائف في إقليم كردستان أكد محافظ أربيل أميد خوشناو أن السيول الجارفة التي تعرضت لها مناطق عدة في المحافظة جراء غزارة الأمطار منذ أمس لم تخلف أي خسائر في الأرواح وذكر خوشناو أن السيول الجارفة تسببت بانهيار عدد من المنازل في المناطق المتضررة ومنها القرية الكردية ومدينة زيرين كرد جوتيار بالإضافة إلى عدد من العجلات في الأثناء أعلنت الإدارة المحلية في أربيل تعطيل الدوام الرسمي لإزالة مخلفات السيول الجارفة التي اجتاحت بعض مناطق المحافظة وخلال حديثهم لقناة الفلوج راوى أهالي مدينة أربيل تفاصيل اللحظات الأولى لاجتياح السيول الجارفة مناطقهم ومنازلهم مشيرين إلى أن جدرام منازلهم وعجلاتهم قد تضررت بشكل كبير إلى أن تلك السيول لم تسفر عن خسائر بشرية حتى الآن السيول مفاجئة صارت يعني مفاجئة حيل على غفلة صارت هاي المنطقة كل هاي الحيطان كلها تفلشت هاي البيوت السيارات مال هاي الخطيئة هم راحت وهذه العائلة هم عرب هذول أكراد هذول عرب يعني ماكي فرق نسيول ما تعرف ما تعرف شالت الأخضر اليابس شطتنا من الحيطان وعبرنا عبرنا عسطوح عبرنا بس البيوت كلها راحت انهجمت يعني بس الحمد لله والشكر ماكو أي ضرر يعني كضرر بشري شوف وين واصل الخط هذا الخط كل واصل المي لهنا تقريبا مترو شوية نص الشبابيك نص الشبابيك نعم بعد انقطاع لقرابة عقدين من الزمن يعود مهرجان بابل الدولي من جديد لينقل صورة عن العراق بألوان تتميز بإبداع الحاضر وأصالة الماضي وحضارة عراقية تجمع العوائل العراقية بمختلف الفنون من مختلف البلدان هكذا بدت مدرجات المسرح البابلي تغص بالجمهور القادم من أغلب محافظات العراق للحضور في مهرجان بابل الدولي بنسخته الخامسة عشرة بعد انقطاع دام لأكثر من عقدين من الزمن حيث قامت الحكومة المحلية في محافظة بابل بإعادة العمل بمهرجان بابل الدولي وبكامل فقراته الفنية شمل المهرجان حفلات موسيقية ومعارض فنية وعروضا مسرحية بحضور نجوم الغناء العربي والعراقي وفرق فنية استعراضية من أغلب دول العالم المهرجان واجه اعتراضات كثيرة من المتشددين في المحافظة الذين رفضوا إقامة فقرات غنائية وموسيقية إلا أن إدارة المهرجان أصرت على إقامة جميع الفقرات الفنية الجمهور تفاعل بشكل لافت للنظر مع العروض الموسيقية التي عادت للمسرح بعد انقطاع دام لأكثر من عشرين سنة المدير التنفيذي لمهرجان بابل عزى أسباب تأخر عودة المهرجان إلى الظروف التي مرت بها البلاد مؤكدا أن الدعوات الظلامية لم تتمكن مرة أخرى من إيقافه العراق مر بظروف داعش وسواه التي كنا من خلالها لا نستطيع أن نسوق أي فكر مر العراق في أيام العصيبة من 2003 إلى 2008 أو 2009 مع ذلك كان لابد أن يقام مهرجان بابل مع كل هذا لأننا في منطقة آمنة في منطقة باستطاعتنا أن نسوق من خلالها بلدنا وعلى الرغم من الأخطاء التنظيمية التي شهدها المهرجان من منع الصحفيين من اللقاء بضيوف المهرجان وبيع بطاقات أكثر من استيعاب المسرح وأخطاء في الصوت والإضاءة والعروض الفنية فإن العراقيين أبدوا تفاؤلهم بعودة العروض الفنية بشكل عام إلى المنطقة الأثرية في بابل عيسى كاظم قناة الفلوجة بابل مشاهدين النشر انتهت إليكم أبرز ما جاءت فيها مفوضية الانتخابات تنهي العد والفرز اليدوي لست محافظات وتفتح باب الطعون مجدداً أمام المعترضين ثلاث رسائل على أجنحة الكاتيوشا تطل برأسها في بغداد وخمس قذائف هاون تستهدف المقدادية لليوم الرابع توالية نفير عام في أربيل سيول وفيضانات تعطل الدوام الرسمي وتخلف أضراراً مادية جسيمة في المنازل والمركبات مشاهدين النشر انتهت للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بقناة الفلوجة شكراً لطيب المتابعة والليقاء